تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعية الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 340 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 43 طن مواد غذائية وغير غذائية في مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط 27 طن سلع غذائية كما تم ضبط 3 أطنان في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 13 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 346 قضية من بينها 80 قضية خبز ناقص الوزن و98 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلية تم ضبط 19 قضية بمضبوطات بلغت 444 طن أقماح محلية اشتركوا في القناة